تمنى له الشفاء نمر لموضوع آخر تخلص من النفايات الطبية مشكل عان منه المستشفى الجامعي بن باديسة بولاية قسنطينة لسنوات تنفس المسؤولون به سعادة حاليا بعد دخول المركز الجديد للحرق حيز الخدمة الشيء الذي سهم في اقتصاد ما يزيد عن الأربعة ملايير سنويا مع القيام بعملية الحرق بعيدا عن أي ضرر قد يمس بالبيئة وصحة المواطن كريم لونيس رصدتاي هذه التقنية رهي صديقة للبيئة 100% لأنها تقوم كل شيره داخلي ما كانش دي غاز اللي رهي يأثروا على المحيط الخارجي والنفايات اللي رهي تخرجها هي نفايات معقمة 100%